الله وعلى بركة الله مشاهدين ومتابعين الكرام هكذا تُعطى إشارة الانطلاق للشعود الأول الشعود الرئيسي بانطلاقة هذه الشعارات المنونة التي يزهو بها الميدان والتي نتشرف بمتابعتها ونقلها عبر قناة الريان الفضائية أسير معكم مباشرة لأتابع مقدمة هذا الشعود المنافسة كيف هو حالها هنا في هذا الانطلاق مباشرة مع المركز الأول هناك السيلية انطلقت في مقدمة هذا الشعود محمد بن ناصر بن الشنجل المري هو الدافع بالسيلية في المركز الأول النقل على المركز الثاني الشاهينية تتسلل الآن لتنطلق بشعار علي بن محمد بن فهيدا الزبدان المري حصل دخول وتسلل على الصدارة وعلى المركز الأول من شواهين التي أعلنت عن اختطافها واحتلالها لهذا الموقع الممتاز شواهين بشعار مسلم بالزفنة العامري بينما المركز الثاني وتابع شعار البرنس من قدم لنا العزرة ليكون حاضرا جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل المري ما شاء الله انطلقت اذن العزرة مع المركز الأول يرافقها البرنس المركز الثاني وتابع شواهين مسلم بالزفنة بن مسلم العامري بينما الانتقال على المركز الثالث لاجد من تحتل المركز الثالث السيلية محمد بن ناصر الشنجل المري دخول ايضا وتسلل من قبل سلام قادمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة نرحب بها ونرحب بكل غيوفنا العزاء عموما تعود ملكيتها للسيد سالم بن رباح الحربي وتابع المركز الرابع اللي غيرت للمركز الثالث اللي هي مرعوشة لمحمد بن سعيد بن عيف العامري وفي المركز الخامس اللي هي سلام لسالم بن رباح الحربي هذه نتيجتنا للمراكز الخمسة الأولى وأعود إلى المقدمة أعود إلى العزرة هناك مع البرنس جار الله بن محمد بن عقيل النابت المري الذي أطلقها في هذا الشوط وفي هذا التحدي على أرضية ميدان التحدي ها هو الميدان يزهى بانطلاقة العزرة وها هي حبيبات الرمل تتراقص تحت خفها العزرة في المركز الأول هناك البرنس جار الله بن محمد بن عقيل إذن في مقدمة هذا الشوط يعلن عنه أن الفارق بينه وبين المشاركين كبير جدا نظرا لهذا الفارق الذي تحدثه هناك العزرة أما المركز الثاني شواهين شواهين ها هي الآن على الكادر الأسفل تحمل شعار مسلم بالزفنة بن مسلم العامري وهي ضيفة عزيزة قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة المركز الثالث سمحة أيضا تتدخل ليتدخل مع شعار حمد بن عبد الله بن بخوت العامري وفي المركز الرابع الله يسهلية هذا هو محمد بن ناصر بن الشنجة ليقدم لنا السهلية في المركز الرابع أما المركز الخامس فاجد الشاهينية لعلي بن محمد بن فيد الزبدان المري هذه النتيجة مرة أخرى وأعود من جديد هناك إلى العزرة من تحمل هذا الشعار من تنطلق باسم البلنس جار الله بن محمد بن عقيل المري يفصله عن ناموس هذا الشوت عن نقطة هذا الشوت فقط 1500 متر ولكنها مسافة شاقة مسافة تتطلب طاقات تنوية واحتياطية العزرة على المركز الأول حتى الآن لم يشكل عليها المشاركين أي ضغط مباشر ولكن الضغط موجود لماذا؟ لأنها منافسة هنا ما بين الجميع في سباق ضد الزمن ما زالت هنا تبحر تبحر تمخر عباب الأمواج العزرة لجار الله بن محمد بن عقيل ولكن يا البلنس أشوف الجماعة بدأوا يتحركون وبدأت تصدر الأوامر شبه الأوامر على الجهاز المركز الثاني هنا 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 سمحة حمد بن عبد الله بن بخوت العامري وفي المركز الثالث تتقدم زعزعة وصلت زعزعة لمحمد بن زومان أو هنا من تحتل المركز الثالث الثالث نعم الثالث ليشواهين مسلم بالزفنة في المسلم العامري وفي المركز الرابع تتدقى المرعوشة لمحمد بن سعيد بن عيف العامري وفي المركز الخامس تصل عهد لجابر بن فرج بن حمد بن ناصر بن دلموك ولكن خلاص يلبر انستهانينا خلاص من هذا الموقع وعلى مسؤوليتي الشخصية أتعهد بأن هذا الشوت سيكون مع البنس جار الله بن محمد بن عقيل المري وحتى ان تبقى على النهاية خمسمية متر ولكن العزرة هي اسم على مسمى اسم عملاق تعلن عن اختطافها لناموس الشوت الأول الرئيسي تهانينا إذن للبنس جار الله بن محمد بن عقيل المري وإلى الوالد محمد بن طالب بن عقيل المري وإلى صديقي الدكتور راجع وإلى طالب وسالم وبقية الأخوة الكرام على هذا المستوى الذي تقدمه العزرة سلام يا العزرة سلام وهنيا لك يا البنس بما تمتلك من هذه النوعيات الفاخرة هذه النوعيات الممتازة والمميزة إذن العزرة بدون تعليمات العصى في البطان ها هي تصل إلى خط النهاية وخط النهاية يقف احتراما وتقديلا للوصول الميمون المركز الثاني جاءت مصطورة لعبد الرحمن بن سلمان بن حمد الاعتهبي أما المركز الثالث فكان مع الشاهينية سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت وفي المركز الرابع شوهيل المسلم بالزفنة بن مسلم العامري والمركز الخامس جاءت سمحة لحمد بن عبد الله بن بخوت العامري إذن ها هو البرنس ينتزع المركز الأول جار الله بن محمد بن عقيل المري بتوقيت زمني مقداره ست دقائق ثلاثة عشر ثانية جزئين من الثانية تهانينا لجار الله ونقول للدكتور راجح بونسواغ ميسيو المركز الثاني جاءت فيه مصطورة وتوقيتها الزمني ست دقائق خمسة عشر ثانية ستون جزءا من الثانية تهانينا لعبد الرحمن بن سلمان بن حمد العتيبي أما المركز الثالث فكان مع الشاهنية بتوقيت قدره ست دقائق سبعة عشر ثانية تسعة عشر جزءا من الثانية تهانينا والناموز اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة